اشتركوا في القناة حسناً، أنت لا تعرف عنها الكثير، لا يهم، أنا هنا لأشرح لك حتى نفهم جيداً مهنة التقني المتخصص في التجهيز الفلاحي، سنقوم بزيارة معهد التقنيين المتخصصين في التجهيز الفلاحي ببوق نادل وللاطلاع عن قرب على العمل الذي يقوم به العاملون في هذا القطاع تقني التجهيز الفلاحي يجب أن يكون ذا دراية جيدة بتكنولوجيات عدة إذ عليه أن يضبط تقنيات الميكانيكا العامة والمحركات وكل ما يتعلق بالكهرباء واللحامة والآلات المستعملة في السقل ولإجراء فحص على آلة فلاحية ما، على تقني التجهيز الفلاحي أن يكون قادراً على تغيير واستبدال قطع الغيار وإصلاحها وصيانة الآلات الفلاحية سواء منها الجرار أو العربة أو آلة الحصادي أو الآلة الموزعة للسمادي أو آلات الري ومن بين المهام الأساسية التي يقوم بها تقني التجهيز الفلاحي تفقد ومراقبة الآلات وتشحيم القطع واستبدالها بغيرها إذا اقتضى الحال وتنقيتها وتجديد زيوت المحركات كما يجب على تقني التجهيز الفلاحي أن تكون لديه الكفاءة المهنية ليس فقط لمعرفة نظام تشغيل الآلات الفلاحية ولكن كذلك الإلمام بكل المكونات والأجزاء والقطع فهو يرصد الخلل ويعالجه يصلح ويجدد، ينصق، يضبط أجهزة القياس وكل تجهيز آلي سواء داخل حضيرة الآلات الفلاحية التابعة للضيعة أو في الحقل صيانة الآلات الفلاحية تساعد على إنجاح العمل في الحقول وربح الوقت بتفادي الأعطاب المتكررة تعتمد مهنة التقني التجهيز الفلاحي في جانب منها على اللحامة بداية، يجب عليه وضع مستلزمات الوقاية كالقناع الزجاجي والقفازين وهي وقاية ضرورية قبل الشروع في التلحيب يستطيع تقني التجهيز الفلاحي تثبيت القطع كيفما كان حجمها أو طبيعتها يجزئ تقني التجهيز الفلاحي أثناء عملية اللحامة القطع الفلادية ويعطيها أشكال متنوعة حسب الخصص، ثم ينظفها ويتأكد من قوة لحامها وصلابتها وبعد ذلك يقوم بحكها ومعالجتها لتصير لينة ناعمة طيعة ومتجانسة عمل تقني التجهيز الفلاحي يقل آلات من العطب ويساهم في ترشيد الزمن والنفقات فيا لها من مهنة مفيدة ومثيرة